السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائلة تسأل زوجي حسن الأخلاق طيب المعشر كريم منفق كل الصفات الجميلة فيه يحبني وأحبه فأقولت ما شاء الله جميل ما أجمل بداية الرسالة ثم قالت لدي مشكلة واحدة بعد أن مدحت وأنه يفسحها ويدخلها ويخرجها ولا يبخل عليها بل أنه بين الحينة والأخرى يحضر لها الورد يحضر لها الهدايا والكلمات الطيبة فالكلام جميل إلى هنا إلى أن قالت هناك مشكلة بسيطة هي التي تنغص علي كل حياة فقلت نعم ما هذه المشكلة البسيطة التي تنغص قالت مجرد أن أخطئ خطأا واحدا ماذا يفعل فإنه يغضب غضبا شديدا ويسبني ويلعنني ويسيء إليه فإذا هدأ وسكن غضبه عاد واعتذر وطلب أن أسامحه حتى أنه حين يبكي ويقول والله أنه شيء رغما عني وشيء غصبا عني فسامحيني سامحته المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة إلى أن أصبح الأمر عاديا بالنسبة له سيغضب من أدفه الأمور ثم سيسبني ويخطئ عليه ثم أغضب قليلا وأعود فالأمور تعود إلى مجراها فما الحل فقد تعبت من هذه الحياة أقول لك يا غالية مستعنة بالله واسأل الله أن يجعل الحق والخير على لساني أولا عليك بالدعاء والالتجاء إلى رب الأرض والسماء دام أنك تحبينه هذه المحبة العظيمة ودام أن فيه كل الصفات الحسنة وأتمنى أن يكون زوجك من المصلين من الصالحين من المتقين لأنه سيساعدنا كثيرا في إصلاح هذه المشكلة أن يكون قريبا من الله فإذا كان زوجك صالحا نوعا ما فأنت في خير أما إذا لم يكن يصلي ولم يكن قريبا من الله فاعلم أن سوء أخلاقه بسبب بعده عن الله هذه النقطة الأولى فإذا كان زوجك قريبا من الله مصليا يقرأ القرآن فستستطيعين بإذن الله معالجته لأن الذي يعرف الله مجرد أن تذكريه أن الله عز وجل يبغض الفاحش البذي أن اللعناء لا يكون شهداء ولا شفعي يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أن الرجل بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم فلما أذكره بالآيات الأحاديث سيعود ويهدأ عكس الرجل الذي لا يبالي لا بالقرآن ولا بالآيات ولا بالأحاديث فصعب هدايته أي شيء سيقنعه أي شيء سيرده فالهداية والصلاح والخوف من الله أهم الأسباب التي ستعينك على إصلاح هذا الرجل إذا لم يكن هذا موجود أعملي على هذه الأشياء أعملي على أن يكون قريبا من الله على أن يصل على أن يكون له صحبة صالحة أولا نلتج إلى الله بالدعاء أن يلهمك الصبر والقوة والذكاء وأن يهديه وأن يصلحه وأن يبعد عنه هذه الأشياء فإذا التزمنا الدعاء وعملنا بالأسباب نجد الحل بإذن الله ثانيا أحاول أن أجتنب مواطن الغضب أعرف أن هذه الأمور ستغضبه لا أفعلها يعني مرة مرة ثلاث أحاول تجنبها طيب هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة عندما يبادر بالغضب أنا أحاول أن لا أستفزه لعله يبدأ مثلا يقول لما فعلت كذا فأنت تردين عليه أنا ما فعلت كذا فهو يشطاط غضبا أن رددتي عليه مسألة الرد على الغاضب هي أكبر مسألة في زيادة المشكلة اسكتي لا ترد عليه هو يغضب حاضر خاصة أنني عارف أن زوجي إذا غضب سيسب سيلعن سيلعنني ويلعن أهلي ويلعن الذين خلفوني فأحاول أن أطفئ هذا الغضب كل هذه أعمال ستأتي واحدة وتقول يسبني ويلعنني والله سأسبه وألعنه وألعن اللي خلفوه أنا بنت فلان وفلان أقول للأخوات الشاطحات الناطحات الأخوات اللي يعني الصعب الصعب والعين بالعين والذي يعطيكي كف يعطيه ثلاثة أقول هدئي من روعك أقول لك أن البيوت لا بد أن تدار بالحكمة لو أن كل رجل رفع صوته فرفعت صوتي ومد يده فمددت يدي بالآخر سنتفرق ونتطلق وبعد أن تطلقنا سأحن وسأسامحه وأقول يا ليتني ما تطلقت ويا ليتني أعود إليه والأولاد ضاعوا فلو أنني صبرت وحاولت معالجة الأمور بهدوء خير لي من أن يعني أن أهيج النفوس حتى إذا خرب البيت رجعت بعدها أحاول الإصلاح أحاول الإصلاح فإذا صلح حاله واستقام نعم ما صلح حاله بعد كل هذا وأنت تضايقتي صرتي مكتئبة وصرتي حزينة وصرتي في ضيق هنا أقول لك نعم اذهبي فانفصني لكن كثير من الأخوات خاصة في هذا الزمن لو يتجرأ بس يسبني لو يفكر فقط يفعل كذا سأطلقه سأخلعه سأفسد البيت ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تأكل الكتف وما هكذا تدار البيوت أين الصبر أين الحكمة أين الحلم كل الناس لديهم عيوب وأنا أيضا لدي عيوب وزوجي عنده عيوب فلو أنه أخذ عيوبي وقال لو إذا لم تتركي هذا العيب سنتطلق من ثاني يوم وأنا إذا قلت زوجي عنده هذا العيب على طول أتركه دون نعالجه هذا نقص فينا كل البيوت فيها عيوب وكل البيوت فيها مشاكل لكن كيف أتصرف بعدين بعد أن أبدل كل الحلول أقول لا ما أجعل الله عليكم في الدين من حرج هنا قد نصحت وعلمت وأرشت وصبرت فوصلنا إلى نهاية المطاف السلام عليكم وعليكم السلام أتيت يوم القيامة وقفت بين يدي الله لماذا يا فلان تطلقتي لماذا يا فلان أفسدت حياتك أقوله يا ربي أنت تعلم أنني بدلت السبب أنني نصحت أنني صبرت أنني أرشت أنني أعلمت لكن ما وجدت للصلح محلا ولا نتيجة فعندها قررت الانفصال حسنا يا غاليات لا يأتي بعضكم يهيج المشاعر إياك أن تأتي إليك واحدة وتشتكي من زوجها فتقولك كيف تصبرين لماذا جعلته يفعل كذا لماذا كذا هل لا اتصلت بالعسكر هل لا تطلقتي هل لا فعلت إياك أن تكوني ممن أفسد بيت لعله أخطأ لعله أذنب المرأة تحبه وهو يحبها ولديهم أبناء وستنصلح حالهم فكوني مصدر خير حاولي الإصلاح ما استطعتك إذا خرج الأمر عن السيطرة والرجل هذا يتعدى عليها ويظلمها ولا يصلح حاله عندها نعم قل إلى أنت الآن عليك ضرر نفسي وجسدي وديني وعلى أبنائك وعلى حياتك انفصل عنه لكن من أول كلمة يقول لك لا تخرجي طلقيه يقول لك لا تعملي اخلعيه يقول لك لا تذهبي لصديقتك لماذا يتحكم بك اغتركيه واذهبي إياك أن تستمعن إلى من تفسد البيوت وإلى من تقول على أطرف شيء الكبار الكبار الذي فعلا فيها مفسد على الدين وعلى الصحة وعلى النفس أيوة عندها نقول الانفصال لكن أمور بسيطة وكم من امرأة ضربها زوجها وانفصلت ثم قالت يعني ردوني لو قبلت الكليت لأنه بينهم محبة وبينهم رحمة والرجل الذي يضرب المرأة ليس رجلا الرجل يخرج يضارب الرجال أما الذي يستقوي على امرأة هذا ليس رجلا ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئم لكن كلامي للنساء المخببات للنساء التي تخرب البيوت إياك أن تخببي واحدة على زوجها أو أن تأمريها بالطلاق أمريها بالصبر وبدل السبب والإصلاح إذا ما استطاعت نعم لكن من البداية فلا المهم يا غالية فحاولي أن تتجنب الأمور التي تغضبه هذا اثنين ثلاثة إذا غضب امتصي غضبة فإذا أتى قال لك لماذا فعلت كذا؟ أنا آسفة أنا غلطانة معك حق والله إذا قلت له هذه الكلمة سيستحي أنت أنسان صبور الله يعينك يعني ابتلاك الله فيني الله يكتب أجرك أن أنت صابر علي سينحرج ويقول لك لا لله المستعن أنت كمان صابر علي امتصي غضبة كني ذكية في امتصاص الغضب أنه هو يهيج وأنت تهدئيه لا هو يهيج وأنا أهيج وانفجر البيت طيب أنا قلت له أنا غلطانة أو حاولت امتص غضبة ما نفع واستمر بالغضب واستمر باللعن أبقى هادئة إلى أن يهدأ ويسكت أنت قلت لي أنه يهدأ ويسكت ثم يعود فابقي هادئة ثم إذا أتلمس باللبس الحسن والمنظر الحسن والرائحة الجميلة والوجه الحزين هذه خطة تذوب أي جبل ليس أي رجل هو اخطأ عليك وسبك وكذا وخرج تنظفت البيت ولبستي ونومت الأبناء وبقيت منتظرة فيأتي إليك يعتذر هنا أتى وقت الأدب وأتى وقت المعاتبة سيقول لك أنا آسف أنا أخطأت لا تردي ابقي على موقفك لأنك الآن هو في الصباح هاج وأنت سكت والآن هدأ وعرف غضب فأخبره قليله أنك جرحتني وأن هذا الأمر يؤلمني وأن هذا الأمر خاصة أمام الأبناء وما توقعته منك وأنت سندي وأنت زوجي وأنت حبيبي وأنت تاج راسي أهنت عليك أعطيه الكلمات التي تلعب على الوتر الحساس فسيعتذر منك ويستسمع وقد يبكي وقد يعني يفعل المستحيل ابقي على شيء من الحزن حتى يشعر بكبير الأمر لا ترجعي بسرعة أنت قل الله سامحتك لكن يبقى شيء من الحزن عندك يبقى شيء من أن تشعريه بتأني بالضمير حتى اليوم الآخر تحضرين له الأكل واجلسي بجانبي ولا تأكلي لماذا لا تأكلي أفل أنا لا لا أريد لا تقولي له أنا لست زعلان أو شيء لا لا أريد أنا الحمد لله لا أريد طعاما فلما أشعره أن الذي فعله جرحني فترة طويلة كثير من النساء زوجها يفعل الخطأ فمجرد ما يأتي يسامحها تعود طبيعية لا أنت سامح لكن لا ترجعي طبيعية لا تعودي كما كنت من قبل جعلي زوجك يشعر بالفرق لما أنت راضية ولما أنت صاخطة من كلامك من ضحكتك من التحكين له وتكلمي فلما أنت حزينة تسكتين لا تتكلمين ولا تضحكين تقومين بكل أمورك لكنك حزينة كثيرة كئيبة سيذوب أمامك سيحاول أن يفعل المستحيل من أجل قولي أنا مش زعلانة أنت تقولي أنك مش زعلانة بس هيئتك وكلامك أنك فعلا مقهورة جدا يومين ثلاثة أربعة أنت لاستي مخاصمة ولاستي مادة بوز لا أنت هادئة فلما يشعر أن السب هذه واللعنة خاصة اللعنة أن هذه اللعنة قد كسرتك قد أحزنتك قد أطفأت الابتسامة من عندك سيحاول أن لا يكررها وأن لا يعيدها لا تكوني سريعة الرجوع عودي ولا تخاصمي لكن لا تعودي تلك الطبيعية صاحبة الابتسامة صاحبة الضحكة صاحبة الكلام الجميل القصص الألبهية أن تجعلي له جوا أن تمزحي معه لا أنت حزينة جالسة لوحدك لا تتكلمين جربي كل هذه الأمور وحاولي أن نمتص الغضب أن نبتعد عن موضع الغضب أن نهدأ أنه إذا أتى نعاتبه أنه بعد العتاب آخذ موقف حتى لا يكررها مرة ثانية لأنه إذا جاوز تسمح وسامحته على طول مباشرة سيكررها لكن إذا رأى أنه سيخسر ودك ومحبتك وكلامك ودلالك لفترة طويلة سيحاول أن يبتعد عن هذا الشيء وأنت أخبري أن هذا الشيء يؤلمني وأن هذا الشيء لا أحبه وفق كنا الله لكل خير وإلى مشكلة أخرى أراكنا في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة